طيب دي الفيديوهات بتاعة ورشة الاكستيريار زي ما ملاحظين طبعا أول فيديو ده هو بس فيديو تعريفي يعني بيشرح بعض الخطوات في الورشة في كيفية فتح الملفات وكده ولكن يعني نحن في ضمن الفيديو ده برضه شارحينا الحاجة بي من أبدأ بمشروع الموضلن اللي هو فيه أول ثلاثة فيديوهات متعلقة بعملية الموضلن بعد كده عندنا الإضاءة النهارية الماتيريالز الإضاءة الليلية الكمبوزيشن أفرد أنه له برضو فيديوين كاملات عندنا خصائص الرندر أو الرندر تايمتيب السلية الحاجات اللي بتساعدنا في أنه نحن كيف نختصر وقت الرندر نحاول نفهمها بسيكليكويس برضو عندها فيديوين لأنه هي تحتاج شرح مقصل حول جميع العوامل اللي بتأثر على زمن الرندر عندنا بعد كده البوست بروسس لا يكتمل طبعا الرندر إلا من خلاله أثناء الرندر دامن هي اللي معظم الناس بتواجه في المشكلة الأكبر وهي اللي فيها التفاصيل لو الواحد أتقنا بشكل كويس ممكن يقدر يوصل لنتائج بتاعت الرندر ممتازة عندنا برضو آخر فيديو اللي هو آخر فيديو أضيف في ورشت أو في مشروع اللي هو تحويل البيئة من البيئة مدنية لبيئة قروية فبتلاحظوا أنه نفس المبنى يعني في اللقطة دي بيظهر شكل البيئة المحيطة بالمبنى شكلها مدني شوية يعني طبيعة الأشجار والمباني شكل الشارع والأرصفة والحادات أما هنا بيتحس أنه البيئة شكلها شوية قروية يعني طبيعة الأشجار الرصيف الشارع المشقق أو القديم شوية صفقة الأشجار المرمي في الأرض كابولات الكهرباء اللي هي معلقة في الهواء وهكذا فدي مرضوه كان تطبيق عمل لأنه نحن نغير نفس المشهد نغيره إلى ستايل مختلف بحيث أنه نكون نتعلمنا كيفية تعديل الستايلات أو الوصول للستايلات جديدة وفي نفس الوقت هو فيه يعني فيه شغل بتاع كومبوزيشن كتير يعني نحن كنا فعليين شغالين كومبوزيشن بمشهد هو شبه جاهز بالنسبة لنا ولكن كنا نحن منعدل فيه عشان نوصل فيه لإحساس مختلف أو الستايل مختلف فهي عملية بتاعت كومبوزيشن يعني من المقام الأول بعد كده عندنا الثلاثة الفيديوهات دي اللي هي متعلقة بالمودلينج بتاع الكلاسيك إكستيرير طبعا مشروع الكلاسيك إكستيرير حاليا جاري تسجيل باقي الفيديوهات بتاعته بتاعت الرندر اللي هي برضو على الأغلب حيث تكون في حدود الأربعة فيديوهات فهي الآن ضمن التسجيل والمونتاج وحيث تنزل خلال الأيام القادمة إن شاء الله